أمر آخر الشيخ ما أشار إليه وهو مهم في هذا الباب الآن خطأ العالم وزلته عرفنا الطريقة المناسبة وعرفنا القاعدة التي يبنى عليها هذا الباب وهو أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه عند وجود الخطأ أيضا مما نبه عليه أهل العلم في كتب الآداب أن يحذر طالب العلم من انتقاص العالم إذا انتبه لخطأ أو زلة وقع فيها العالم أن يحذر من أن يجعل هذه الزلة وهذا الخطأ بابا ينتقص فيه العالم ويقلل من شأنه وربما أيضا يطرح قوله جملة بسبب زلة أو زلتين وقع فيها الأصل في هذا الباب إذا زل العالم أن يتجى إليه بالتنبيه ويترفق به حتى يحل هذا الخطأ وينبه العالم بقية الطلاب ويزول الخطأ لكن بعض الناس لضعف خلوقه ما يتجه إلى العالم يتجه إلى العالم ما يتجه إلى العالم الذي أخطأ وإنما يتجه إلى العالم ويبدأ ينتقص ويقلل ويكبر الأمر بعضهم حتى يكبر الأمر ويحمل أيضا على يعني ربما بعضهم أيضا ربما يدخل فيه في المقاصد أو شيء من ذلك فهذه مسألة مهمة وكما تدين تدان أنت ستكون إن الله أكرمك يوم من الأيام ستكون عالما ولن تكون معصوما ستخطئ فعامل من يعلمك بأسلوب تحب أن تعامل به من طلابك فيما بعد فكن رفيقا يرفق بك كن لطيفا يلطف بك عامل بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها في لاحق أيامك إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وصرت معلما للخير هنا في هذه المسألة يكون توسط عبر عنها من القيم بعبارة أعجبتني يقول لا نؤثم ولا نعصم يعني إذا وقع العالم في خطأ لا نؤثم ولا نعصم ما نقول له معصوم وأن نصحح له خطأه ولا نؤثم ما نؤثمه ونهدر جهده وعلمه وفضله ونبله بسبب خطأ أو خطأين وقعا فيهما وهذا هو التوسط هذا هو التوسط هذا هو التوسط نعم ترجمة نانسي قنقر